ودرك الوطني والأمن من مداهماتهما المشتركة على طول الشريط الحدودي لولاية بشار في مواجهة تنامي محاولات إغراق الجزائر بشتى أنواع المخدرات وتشهد منطقة بني والنيف تفاقما في نشاط شبكات الاتجار بالبشر القادمة من وراء الحدود الغربية للجزائر هنا في هذه المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب وبالضبط بمنطقة بني والنيف ولاية بشار تنشط شبكات الاتجار بالبشر بشكل ملفت للانتباه وذلك باستغرى للمهاجرين الأفارقة لإغراق الجزائر بمختلف أنواع المخدرات الأمر الذي دفع مختلف القوى الأمنية الجزائرية للتدخل لرصد تحركات العناصر الإجرامية عملية المدهمة هذه تم فيها إقحام مختلف الوحدات والفرق المتخصصة للشرطة على غرار وحدات الشرطة القضائية باستغلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في مجال مراقبة هويات الأشخاص وتعريفهم وكذا مراقبة المركبات شبكات تهريب المخدرات حاولت في عشرة مرات متتالية خلال هذه السنة استعمال قوة السلاح لتمرير شحنات كبيرة من المخدرات خاصة في منطقة دي بشار وتندوف الحدودية بين الجزائر والمغرب وفي منطقة أدرار الحدودية مع مالي وصلت لحد استعمال القوى وتعمل قوات الأمن عماليات تمشيط واسعة في المنطقة توقيف ست رعاية أجانب من مختلف الجنسيات بفعل الإقامة ودخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية بل إضافة إلى توقيف شخص بحيازته كمية من المخدرات تقارير أممية وإقليمية أكدت أن الشبكات تدفع ضرائبا لمسلحية تنظيمات الإرهابية من أجل تأمين الطرق في الصحراء لشحنات المخدرات المهربة ما دفع بالأجهزة الأمنية الجزائرية في حالة استنفار قصوى في المنطقة لمواجهة السم القادم من الحدود الغربية